اشتركوا في القناة يا ربنا لك الحمد كما ننذره لجلال وزدك وعظيم سلطانه نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عملنا الحمد لله في هذه الليلة هي ليلة مباركة لأن بيها ذكر الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيئة تركي معينا برمجاني شكرا جدا شكرا جدا خلال نحمد صلى الله عليه وسلم شكرا جدا اشتركوا في القناة 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 قرأ أستاذ تبي تقويني وصية ذلك الله سبحانه وتعالى كبادة أوراً أوراً مؤمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته وصية الله قرأ الوصية الله كبادة نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وصية الله سبحانه وتعالى كبادة سلور مانوسيا الله سبحانه وتعالى في المندي صورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واقدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً أبا أدنى تقوى الله سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب تقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل هذه كلمات من علي بن أبي طالب مفسر فيها معنى تقوى الله سبحانه وتعالى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل الله سبحانه وتعالى يقول علي بن أبي طالب التقوى معنى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى تقوى الله سبحانه وتعالى ما هو تقوة؟ التقوة هو الخوف بالجهل تأكد الله سبحانه وتعالى ايضا تقوة yang kedua الأعمال بالتنزيل أن نعمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه وسنة نبيه yang kedua adalah mengamalkan apa yang diajarkan yang dibawa oleh بقينة رسول الله سبحانه yaitu pertama Al-Quran dan kedua adalah yaitu sunnah dari نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله أمرنا بالصلاة في القرآن فنصلي أمرنا بالزكاه فنزكي أمرنا بالإنفاق فننفق في سبيل الله أمرنا بطاعته فنطيعه وطاعة نبيه وطاعة وليل أمر فنمتفر بأوامر الله وننتهي عمانه الله في كتابه Allah memarikan kepada kita شكرا لنا بطاعته شكرا لنا بطاعته شكرا لنا بطاعته وطاعته 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 شكرا لنا بطاعته 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 لطاعته وطاعته شكرا لشكاة وخطاري المثال هذا شكرا أننا نعتقد أننا نعتقد الله سبحانه وتعالى كم لك من أجر كم لك عليك من سيئات كل يحاسل نفسه يوميا ماذا عمل في يومه من طاعة الله ماذا عمل في يومه من قراءة القرآن ماذا عمل في يومه من ذكر الله بلسانه وقلبه ماذا عمل من إنفاق ماذا عمل من إصراح بين الناس ماذا عمل مع زوجته وأولاده فهذه لا بد أن تسأل نفسك يوميا والاستعداد اليوم الرحيم فهل أنت مستعدون لنموت كل يسأل نفسه وقال ذلك الأستعداد اليوم الرحيم ماذا عمل في يوميا الأسهل لنبقى من الأسهل لنبقى أسوأ اصحاب أصحابه لا نبقى قامنا لنبقى لأنه مال مخافطة لنبقى إنما إذا نزل جميعه كما إلى اللعنى older إلى اللعنى لوين محطر đãには قاتل الأمر ماهينا نضاف تحديم وفرأينا نستخدم 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 لديه نستخدم لا تقوم اجل من نستخدم نستخدم مملح جميعاً كبيره akan datang ke kita kebaikan kita diambil dia لا أعوالي ini saya tambahin dikit jangan sampai kemudian kita punya mulut tidak digunakan untuk kebaikan apalagi dan semua amal soleh kita maka kita harus siap mempersiapkan diri kita kemudian menuju ke kematian itulah yang kemudian disebut dengan takwa kepada Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ذكر sifat al-muttaqim di kitab al-kari Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat orang-orang bertakwa di dalam Al-Quran di surat Al-I'mran yang berkata Allah azza wa jall berdoa Allah minasyaitan al-rajim Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala أعلموا أن فرسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم ينصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى ذكروا صفات متقين الذين ينفقون في السراء والضراء هذه أول صفة من صفات متقين في كتاب الله بالله Tadi menjelaskan tentang sifat-sifat orang bertakwa yang disebutkan di dalam surat emran 133 untoib Ataib sampai 135 kurang lebih ini ayat-ayat gacuanya para kasih narej hanyo para akorid anyjau� canadi Kalau nanti biasanya idut Fitri يعني برسجرالah kita bersegeralah kalian menuju apa menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga yang kita kejar untuk kemudian kita berlari menujunya adalah menuju surganya Allah subhanahu yang pertama ampunan Allah yang kedua adalah kita kejar surganya Allah subhanahu yang luasnya adalah seluas langit dan bumi dipersiapkan oleh Allah buat hamba-hambanya yang bertakwa siapa yang bertakwa yang pertama orang yang senantiasa menunaikan sedekah zakat infah orang yang rajin sedekah dalam keadaan dia senang dalam keadaan dia susah kok lagi susah dekat nah ini buktinya bahwa kita bertakwa dalam keadaan kita senang dalam keadaan kita gundah dalam keadaan kita di atas dalam keadaan kita di bawah dalam keadaan kita jaya dalam keadaan kita bangkrut kita harus bersedih keadaan 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 إن كنا مثل ربنا معا قدار كنا نتفهم تق39 سيعي uno بغن أعلي الناج نفس السؤال كان نط魅ط式 يیک أحيانع Church يقدر للنطف librarian يمكن الع teach Frankfurt 1945 محس 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 زفو ما попроб remember ملاك فد мечت بلا تفكري أيضم seperti مكان ركس محس 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 فد ان Sci belum tentu orang kaya orang kaya كaya banget bisa mampu minta maaf kebawahan orang miskin atau tetangganya yang mungkin gak mampu tidak semua orang sanggup maka ini ciri orang bertampal kalau kita minta maaf saja pahalanya luar biasa ini memberi maaf itu luar biasa maka memberi maaf ini adalah ciri orang memberi maaf من تشغل أن ما خلتنا؟ نراحق نهاز المعرفة حسنين الله سمع في المالحل نسعى نمت客 في عم documentaries حسنين يومنا سواء الله من رأسنا شخص في لا يومنا رأسنا سواء البزن سواء البزن سواء ли MPH السبيل صلى الله عليه وسلم السبب الشراحة صحابة في جنة فعندما كان مجتمعا مع أصحابه فقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم memberikan جميعا tentang penduduk surga saat itu dengan para sahabat وعندما bersama para sahabat akan datang kepada kita calon penghuni surga وفي اليوم لا أثاني يقول النبي يدخل عليكم رجل من أهل الجنة وهو نفس الرجل الذي دفل في اليوم الأول ketika رسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan hal seperti itu datang nih ada orang kucuk-kucuk datang ikut sholat, ikut ngaji lalu hari kedua رسول الله pun mengatakan hal yang akan datang kepada kita calon penghuni وفي اليوم الثالث يقول النبي يتخل عليكم رجل من أهل الجنة وفي اليوم الثالث يقول النبي يتخل عليكم رجل من أهل الجنة سيدنا عمر oscillرت دليل أمافت سيارت باث سيارت سامة أعطي الله في الممار؛ فذهب الله من الممار؛ إلى هذا الرجل وذهب إلى بيته فتقى عليه المباب؛ ثم المنزل الرجل تترك فَقَالْ مَادَ تُرِيكُ؟ قال أنا عُدُّ اللهِ بن عُمَر فَخَاصَلْتُ مَعَا أَبِيْ فَلا يُوجَدُ لِي مَكَانْ أَبِيْتَ فِيْهِ فَهَلْ مُمْكِنْ أَبَأْتَ مَعَكَ؟ إذنًا هو يوم الضوء مزحي المنزل الرجل أقول بلوة عندما ننزل الرجل الرجل لن نفعه مع صاحب البعي مع شخص صاحب بها كيف سلطر ماذا؟ أنا أتعلم مع بابا ماذا يتعلم مع بابا؟ أتعلم مع بابا لذا لا يمكنني أن أتعلم أتعلم أن أتعلم أتعلم أن أتعلم هنا يمكنني أن أتعلم ونحن ندفع فجلسناه أولاً فنظر منه شيء طبيعي يصلي قبل نومه وينام حتى الصبح في الأولى، إيضاً يقفوا إلى الله بن عمر كما يعرف مع بابا يستظهر الأحب تحضير عبادة ستحرك فعرضنا سلائة ونحن ندفع فعرضنا فعرضنا يشبك ثلاثة سرحته عندما يتأكد بعدها تتحدث آخرين يتحدث أيضا معي وَحِيَ أَمْنَكُمُ رَسُلُّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ رَسُلُّى اللَّهُ وَسَلَّمَ رَسُلُّى اللَّهُ سَلَمْ رَسُلُّى اللَّهُ سَلَمُ مَنْ تَعْلِهُ سَلَمَ مهان انك مجموعة أولاد المخنوة دخلتها الرسول الله ارحمه ويسرل طبيعي كان أمام خمسين وصول صديقه ثم أصبرته أغناه صوري وإيو شايف فقال و لكنني نظرت أنك رجل كرجال ليس هناك زيادة ذكر أو خطعت صلاة أو خطعت صيام وإنما هو شيء طبيعي فما هو السرح الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبشيرك بالجنة أنا أراهي في 3 درس 3 درس هذا فعلاً ، خطير فقط معنا الشلاط لا يوجد كل شلاط ثم لا يوجد كل شلاط هذا فعلاً أنا أردت أمهان فعلاً ما هذا فعلاً فَقَالَ هَذَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْتَ إِلَّا بِمَا نَظَرْتَ أو ما نظرت إِلَّا بِمَا عَلِمْتَ فَلَيْسَ لِيْغَيْرُ هَذَا وَلَا كِنِّي إِذَا أَنِمْتُ عَلَى فِرَاشِ سَامَحْتُ كُلَّ إِنسَانٍ ظَلَمَنِي وَأَنَامْ وَلَيْسَ فِي قَلِّي حِسْدٌ وَلَا حِقْدٌ وَلَا غَيْظٌ عَلَى أَحَدٌ beliau bilang katanya bahwa saya ini sama aja dengan sahabat yang lain saya gak ada istimewanya oh mungkin ada satu amalan ada satu amalan yang saya gak tahu sahabat ngerjain apa enggak jadi beliau sebelum tidur beliau memaafkan semua orang yang berbuat jahat kepada beliau beliau memberi maaf kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada beliau beliau sudah memberikan maaf kepada orang yang hasut kepada beliau orang mau gibah, orang mau benci, orang mau apa ya Allah saya sudah maafin dia ya Allah saya sudah ampunin dia saya sudah zero, saya sudah nolin pokoknya saya gak ada masalahan dia ya Allah ini masya Allah setiap malam setiap malam tahadihi min sifatul muttaqin li anna allaha qala bi kitabih innama yataqadbar allahu minal muttaqin inilah ya yang menjadi sifat orang-orang yang bertakwa dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya Allah mengerima apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa وَمِنْ صِفَاتِهِمْ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْطِرُوا إِنَّ الْإِنْسَانِ إِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً أو عَمِلَ فَاحِشَةً berikutnya amalannya adalah ketika kita melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruh, perbuatan dosa maka kita bersegera bertawbad, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala فَالْإِسْتِغْطِرُوا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ يَقُولُ النَّبِيْهِ مَنْ قَالَ أَسْتَغْطُرُوا اللَّهُ الْعَظِيمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِئَةَ مَرَّةً وَفَاللَّهُ نَمَّهُ وَلَوْ تَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْرُ وَهَذِي أَكْبَرُ الْجَرَائِمُ وَأَكْبَرُ السَّيِّئَةِ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْرُ فَاللَّهُ يَغْفِرَهُ إِذَا الْعَرْضُ استَغْفَرَهُ sebab apa? sebab istighfar ini adalah amalan salah satu dari amalan yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amalan yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi kami pahamnya Rasulullah SAW bahwa pada siapa yang mengatakan astaghfirullah wa ta'ubu wa ta'ubu astaghfirullah al-azim wa ta'ubu ilai kita sama-sama baca yuk astaghfirullah al-azim wa ta'ubu ilaih astaghfirullah al-azim wa ta'ubu ilaih astaghfirullah al-azim wa ta'ubu ilaih berapa kali? seratus kali ada yang boleh ada yang boleh ada yang boleh satu hari satu hari cuma seratus aja bu ya Allah sama cepek cuma cepek astaghfirullah al-azim wa ta'ubu ilaih astaghfirullah al-azim wa ta'ubu ilaih astaghfirullah al-azim wa ta'ubu ilaih sampai pojung depan juga jalan udah habis ibu mau ke tukang sayur ayo nyicil nyicil dapat berapa? sepuluh astaghfirullah al-azim wa ta'ubu ilaih astaghfirullah al-azim wa ta'ubu ilaih yaitu yaitu astaghfirullah al-azim wa ta'ubu ilaih astaghfirullah al-azim wa ta'ubu ilaih astaghfirullah al-azim wa ta'ubu ilaih yaitu dosa-dosa dosa-dosa dosa dosa yang besar itu adalah lari dari medan perang lari dari medan jihad itu dosa-besa walaupun dia telah melakukan dosa-besa Allah akan mempunyai dosa-dosa wa ta'ubu ilaih yujadu syai'i yarfau anil nas al-adad dahaba wahid wabakia akhar yaitu Allah al-azim wa ta'ubu ilaih 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 walaupun dia Allah al-azim wa ta'ubu ilaih walaupun dia hasil walaupun di surat al-anfal disebutkan fadilah dari istighfar ini yang luar biasa walaupun kita في المترجمات يمتلك الأمر في المترجمات ما يقول في السرطة الأنفال الله سنطر على نفسنا اللهم لا يتعطى نفسنا السلام السلام علينا نفسنا سلما نفسنا هذا ما يبقى محقنان السلام ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَمْبًا فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَتَابَ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ هَذَا الْعَبْدَ اللَّذِي يَعْمَلُ الذَّمْتٌ وَيَتَفَكَّرُ أَنَّهُنَاكَ إِلَهًا سَيُعَذِّبَهُ وَأَنَّهُنَاكَ اللَّهُ سُحَانَا وَتَعَالَى أُطَالِعُونَ عَلَيْهِ فَيَسْتَغْفِرُ وَيَتُوبُ مُبَاشَرَةً إِلَا اللَّهِ عَزَّوَ جَالِ do you want Allah to like us? do you want Allah to be happy with us? yes do you want Allah to like us? this is what Allah says in the Hadith that Allah loves a person who loves a victim who when he makes a sin, he makes a mistake, فهذه هي صفات المتبعين والمؤمن إذا عمل الدم لا يسر عليه ويستمر فيه فإذا علم أن هذا الدم يغضب الله عز وجل فيستغفر منه ويفر منه ففر إلى الله أي فر من عذاب الله إلى رحمة الله فر من السيئات إلى الحسنات فر من النار إلى الجنة الله سبحانه وتعالى senang sekali ketika ada seorang hamba kemudian dia berbuat dosa lalu kemudian dia beristighfar dan berlari menuju الله سبحانه وتعالى berlari dari dosa menuju rahmatnya الله سبحانه وتعالى berlari dari dosa menuju memfirahnya الله سبحانه وتعالى هو النهاية الذي pregnancy الم 장تبار مواصف ودفو الإمرار وله أنه م implementing وله أنه م reapتلاب وله يوم أقصر لذلك وكان يمتلكون جيداً للجون من نجاحières معلاء لكنه يزدي قراء جداً ووامن ولكن لديه مذاً لديه مردان من سياسي ويسأل مرمودان لتطبق نعم مرة أمين ما يحامن كبير كبير ثم مرتفع و القف الأسران ولكن لديه مردان إلى إدنان ولكن أتباع إلى إدنان سياسي أتباعي الأسران أقدم القرآن ، مجموعة ، بالتصان أيامًا لديه سورماءً أبقى لجعل القرآن ، أقول للهحب إلى القرآن ، مفق Welsh مع 6 أخرى كان سورم في يوم الظهر ، على أسيع أنрыв القرآن بجعل قرآن ، نهاية الل للحية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله عليم إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال مغربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكل طيبة في جنات عدل ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم يا ربنا تقبل منا تلاوتنا وتقبل منا هذه الأعمال الصالحة يا رب العالمين اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا نشرك فيه أحدا سواك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ظالما إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا مغلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا طالب حاجة إلا أعطيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته اللهم لا تدنا خائدين ولا من جنتك محرومين ولا من رحمتك مطردين اللهم إنا نسألك الهدى والتقار والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا ممن يحبون القرآن وممن يعملون بالقرآن اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل واجعله لنا شافعا يوما قيامة ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفردنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا عن قوض الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما عن المرسلين والحمد لله والعالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته